اشتازت شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات عملية تدقيق شاملة اجرتها ادارة الطيران الفيدرالية الامريكية لتنال شهادة الفئة الاولى ويعد هذا الانجاز خطوة مهمة تتيح لشركة طيران الخليج تشغيل رحلات مباشرة والدخول في ترتيب الرمز المشترك ما بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الامريكية وبهذه المناسبة اكد معالي دكتور الشيخ عبدالله بن احمد الخليفة وزير المواصلات والاتصالات ان حصول مملكة البحرين على شهادة الفئة الاولى دليل على التزام المملكة بتطبيق اعلى معايير السلامة وامن الطيران والحرص على تبني افضل الممارسات والمعايير الدولية واشار معاليه الى ان هذا الانجاز يجسد رؤية المملكة لتطوير البنية التحتية لقطاع الطيران وتعزيز مكانة البحرين كمركز اقليمي متقدم للنقل الجوي مؤكدا مواصلة الجهود لتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق مستويات متقدمة من الابتكار في قطاع الطيران وضمان استمرارية التميز في خدمات النقل الجوي من جانبه ان اسعدت السيد ستيفن كريك بوندي سفير الرئيس المتحدة الامريكية لدى مملكة البحرين شؤون الطيران المدني على هذا الانجاز مؤكدا ان هذا الانجاز يعد خطوة مهمة نحو استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البحرين والولايات المتحدة معربا عن تطلعه لزيادة تدفق الاشخاص والبضائع بين البلدين الصديقين وتوسيع فرص السياحة والاعمال والتجارة وبرامج التبادل الثقافي والعلمي ساعدنا اليوم في مملكة البحرين بالتعامل مع شركائنا في الولايات المتحدة الامريكية بحصول المملكة على الفئة الاولى من قبل ادارة الطيران المدني الفدرالي تابعة للولايات المتحدة الامريكية هذا الاعلان الذي تم الاعلان عنه اليوم على هامش بعرض البحرين الدولي للطيران له اضافة لسجل مملكة البحرين الحافل في شركاتها الدولية مع منظمات الطيران والدول الشقيقة والصديقة بطبيعة الحال مطار البحرين الدولي بعد ان تم افتتاحه في السنوات الاخيرة وبعد الاستثمار في المنى التحتية وفي الانظمة الخاصة بالمراحة الجوية والام اصبح يتبوى مكانا متقدمة في هذا الاطار وبالتالي فالمراجعة الحثيثة التي تمت مع شون طيران المدني تابعة لوزارة المواصلات والاتصالات طيلة السنوات الماضية استطعنا من خلالها ان نعلن اليوم بكل فخر واعتزاز منح مملكة البحرين في الأولى والتي ستسمح للنقلات الوطنية بيسفر مباشرة من مملكة البحرين الى الولايات المتحدة الامريكية هذا الاعلام سيشكل اضافة نوعية لشبكة شركة طيران الخليج وغيرها من النقلات المسجلة في مملكة البحرين لتعزيز الترابط بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الامريكية وتشجيع السياحة والتبالي التجاري والنقل وبالتالي نطبح بان هذه الخطوة ستكون ليس فقط اضافة لشبكة مملكة البحرين الدولية ولكن ايضا تشجيع لغيرها من الدول ان تساهم في تعزيز موقع مملكة البحرين كوجهة اقليمية في الطيران والمطارات نحن هنا في معرض البحرين الدولي للطيران وانا امثل الولايات المتحدة الامريكية لقد اعلننا للتو مع سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن احمد الخليفة وزير المواصلات والاتصالات ان الرابطة الامريكية للطيران ف ا ا منحت البحرين الفئة الاولى فيما يتعلق بسلامة الطيران ومراقبته وهذا انجاز بالغ الاهمية ويعكس الجهود المتواصلة لثلاثة اعوام وما يعنيه الان هو انه يفتح الباب امام الرحلات الجوية المباشرة بين بلدين اشتازت شؤون الطيران المدني عملية تدقيق جدا دقيق وشامل من قبل ادارة الطيران الامريكي الفيدرالي الف اي اي وذلك من اجل الحصول على شهادة الفئة الاولى سوف يتم تشقيل رحلات مباشرة من مملكة البحرين الى الولايات المتحدة الامريكية من قبل الناقلات الوطنية البحرينية وايضا ممكن الدخول في ترتيبات الرمز المشترك اللي يطلق عليه في لغة الطيران الكوتشير فالعملية التدقيق كانت جدا شاملة كانت جدا دقيقة اشتركوا في القناة